موسيقى السلام عليكم وأخيرا انتهى ملف رئاسة الوزراء ووقع الاختيار على سيد الكاظمي ومرر بالأمس وصار تصويت على 15 وزارة وتم رفض البعض منها وطبعا ظلت الآن 8 وزارات هي شاغرة المثير بالموضوع هو وزارة النفط اللي سيد الكاظمي أشار لها أثناء الجلسة وقال انه هي راح تكون من حصة البصرة وأهالي البصرة خلينا زمين مخرجي اليوم أيضا بين الصباح الباكر جدت صورة بأنه صار اجتماع بحضور رئيس مجلس النواب سيد الكاظمي ممثلي محافظة البصرة على وزارة النفط فعلى ما يبدو صار اتفاق مبدئي وطبعا نحن متوقعين بحسب كلام السيد الكاظمي أنه نهاية شهر رمضان اسبوعين تقريبا ورح نشوف هذه الوزارات والوزراء رح يقدمهم السيد الكاظمي لما تبقى من الوزارات الشاغرة هس اكو فرص جيدة جدا مفتحت يعني الجيد جدا بالموضوع ان وزارة الخارجية في بيانها رحبت بتكليف سيد الكاظمي وايضا الشيء الافضل خلينيها زمين مخرج ايضا فقرة مهمة جدا اجتي بالبيان بانه نطو العراق 120 يوم استثناء من قضية الاستيراد الغاز والكهرباء من ايران وطبعا هذه معناتها اربعة شهر بالاضافة الى انه اكو مقبولية وترحيب من ايران من السيد ايرج مسجدي اللي هو طبعا السفير الايراني الموجود في العراق فبالتالي الاطراف كلها سعيدة ترحيب كبير دولي وايضا الكتل السياسية مرحبة بما حدث من السياسين وغيرهم واكو تعويل كبير والفرص على ما تبدو يعني انفتحت الان امام السيد الكاظمي فتعتمد اجقد عاد السيد الكاظمي سيستغل هذا الامر وسيستغل هذه الفرص المتاحة الان اذا انضم الينا حول هذا الموضوع من بغداد عضو مكتب او عضو المكتب السياسي لحزب الامة العراقي السيد فريق هادي ميران حياكم الله استاذ فريق حياكم الله تحية طيبة لكم والمشاهدين الكرام ورمضان كريم على الجميع حياكم الله رمضان كريم عليكم استاذ فريق يعني السؤال الاهم الان البعض يوصف الفرصة الان للكاظمي المتوفر للكاظمي هي الفرصة الذهبية تعتقد الرجل هيقدر فعليا يستغل هذه الفرصة الذهبية كما وصفت في ظل الظروف الحالية في ظل سيطرة الكتل لا زالت قوية جدا على المشهد العراقي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا لا أعتقد انها فرصة ذهبية العراق وكما يعرف الجميع انه يمر بأزمة كبيرة جدا من النواحي السياسية والاقتصادية والمالية والصحية فمن سماها بالفرصة الذهبية لا أعرف هذا أنا أهنئ بداية أنه أهنئ السيد مصطفى الكاظمي على تسلمه مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء وحصوله على ثقة البرلمان العراقي طبعا هذا شيء مفرح لسببين أساسيين السبب الأول أنه خروج العراق من عنق الزجاجة السياسية التي دخلنا فيها بعد تقديم السيد عادل عبد المهدي استقالته ورفض أو عدم حصول السيد محمد توفيق علاوي وكذلك السيد عدنان الزرفي على ثقة البرلمان وبالتالي لو كان السيد مصطفى الكاظمي لم يحصل على ثقة البرلمان سنقع في هو سحيقة كبيرة سياسية قد لا يحمد عقباها وثانيا أن السيد مصطفى الكاظمي هو شخص أولا ليس عليه جدلية سياسية كونه لم يكن منتميا لحزب وثانيا كونه كان يستلم مسؤولية حساسة ومهمة أمنية جهاز المخابرات وكل المعلومات التي تشهيرا لأنه كان رجلا نزيها وشجاعا وكانت إدارته إدارة صحيحة فلهذا نحن نمني النفس بأن تكون مسؤوليته جديدة كرئيس مجلس الوزراء ستكون إن شاء الله مسؤولية ناجحة وموفقة طيب لكن أستاذ فريق الوصف بالفرصة الذهبية جتي لأن الرجل يعني هو صديق للعدوين اللي هما إيران وأمريكا ما علي إشكال يعني ولا علي نظرة سلبية ثانيا أن نطينا أربعة شهر فرصة على قضية الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران وهذه طبعا إحنا جلنا على الحافة جلنا متوقعين أنه نوصل إلى باب مزدود مع أمريكا ونقع في عقوبات لا تحمد عقباها وأيضا الجماهير على ما يبدو ماكو هذا الرفض الشديد اللي شفناه لعادل عبد المهدي أو غيره ما تعتقد الرجل قد تعتبر فعليا الفرصة الذهبية نوعا ما في ظل هذا اللي دي نحكي به هذه الإيجابيات الموجودة اللي دي نلتمسها فيما يدور حول الرجل طبعا نحن لا ننكر أن الساحة السياسية في العراق يشارك فيها عدد من الدول الخارجية دول الإقليمية في رسم السياسة العراقية نتيجة بعض السياسات الخاطئة التي تنهجها الأحزاب والكتل الكبيرة المسيطرة على مجلس النواب العراقي وكذلك الوزارة التنفيذية الرأي الأمريكي والرأي الإيراني مهم جدا في تسيير العملية السياسية العراقية وأن يكون لرئيس مجلس الوزراء موقف بهذا الوضع طبعا رفض أمريكا ورفض إيران للمرشح هذا يعني مشاكل سياسية كبيرة لكن والحمد لله كانت تكليف وترشيح السيد مصطفى الكاظمي لهذا المنصب نال رضا واستحسان الطرفين وكذلك جميع الكتل الدليل أنهم كانوا رؤساء الكتل الكبيرة جميعا حاضرين في مناسبة تكليف السيد الكاظمي عند رئيس الجمهورية السيد برهام صالح هذا لا يعتبر أنه أنا أرجع وأقول لك أنه لن يكون فرصة ذهبية المسؤولية كبيرة التركات كبيرة جدا من الحكومات السابقة من حكومة عدل عبد المهدي والتي سبقتها أنا أقول الله يكون بعون السيد مصطفى الكاظمي ستكون مسؤوليته كبيرا وحساسة لكني أقول كذلك المسؤولية لا تقع فقط على السيد مصطفى الكاظمي الخطوات التالية المنهاج التالي البرنامج التالي سيتخذه السيد الكاظمي يجب أن يكون بمعونة الكتل الكبيرة التي أيدته والتي أعطتها الثقة الكتل الكبيرة إذا لم تعي أنها كانت تسير على خطة سياسية خاطئة جدا أودت بالعراق إلى الهبوط صحيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وتحاول أن تعطي لمصطفى الكاظمي فرصة أكبر في أن يمشي ببرنامجه ويسير ببرنامجه بالخطة التي هو رسمها بعيدا عن التأثيرات هذه والمبنية على المصلحة الخاصة لتلك الأحزاب أنا أعتقد أنه ستكون من الصعوبة جدا على سيد مصطفى الكاظمي أن يستمر ببرنامجه طيب هل تقصد أنت هنا أنه السيد عادل عبد المهدي فشل في مهمته بسبب الكتل السياسية هناك ناس يقولون كتل السياسية ما نطط مجال السيد عادل عبد المهدي يشتغل والرجل فشل في مهمته أكو هيك ملامة هل تعتقد فعليا هو هذا السيناريو اللي مر بي عادل عبد المهدي نعم نعم السيناريو بالضبط اللي حضرتك استذكرته هو اللي مر بي سيد عادل عبد المهدي وضعف السيد عادل عبد المهدي في إدارة مجلس الوزراء وضعفه في مواجهة الكتل التي تحاول أن تثبت أنها تعمل لمصالحها الشخصية لمصالحها الذاتية لمصالحها الحزبية بعيدة عن المصالح الشعب العراقي ومصلحة العراق بشكل عام أعطاهم الفرصة كاملة بأنهم يقودوا سياسة وبالتالي فشل فشل الذريع للأسف ما احترام لشخص السيد عادل عبد المهدي طيب لكن بشلون سيد مصطفى الكاظمي رح يقدر ينجح في ظل هذه المعطيات وكانت اليد الطولة في المفاوضات على تشكيلة الكابينة الوزارية هي الكتل السياسية هي اللي اختارت وهي اللي حطت واللي افتهمناه من الجلسة البارحة أن السيد عدنان درجال يعني هو كان الوحيد اللي هو خارج المحاصصة الطائفية كما وصفها السيد الكاظمي شون حينجحوا هم يعني كيف هم مشو الأمور البرنامج اللي وضع السيد الكاظمي جميل وجيد جدا وإذا كان الكاظمي مصرا على أنه يمشي ببرنامجه هذا فأكيد سيواجه بعض العقبات ونحن متأكدين أنها ستكون صعبة لكن إصراره إذا كان الرجل مصر على ذلك على هذا الشيء أن لا يسمح بالتدخل الأحزاب الكبيرة في شأنه في شأن عمله وسلطته وإعطائه المساحة الكبيرة أو المساحة الكافية لأنه يمشي ببرنامجه أنا أعتقد أنه هذا الشخص بكارزمته بتاريخه سوف ينجح في تمرير برنامجه على أن هناك بعض النقاط الأساسية يعني لا يأخذ فقط أن الأحزاب السياسية الأخرى بنظر الاعتبار عندما يأخذ قرار في موضوع معين ليأخذ أولا الشارع العراقي ليأخذ أولا في الاعتبار ساحات الثورة هذا الذي ممكن أن ينجحه وأن يكون متواصل دائما مع ساحة الثورة ومع الشعب العراقي ومع المجتمع العراقي بكل النواحة هناك الكثير من المواطنين أصحاب الخبرة التكنقراط الذين ممكن أن يعينوه في مسيرته بإكمال برنامجه كذلك أنا أنصح يعني شون حيقدر يكسب قلوب المتظاهرين اللي إحنا سمعناهم دير يدون يطلعون مليونية ببغداد وهددوا واعتبروا هذه الحكومة يعني أكو أحزاب بتختار ومحاصصة طائفية وغيرها شون حيقدر يكسبهم شنو الخطوات الأولى حتى يكسب الجماهير بالذات طيب يبدو هناك انقطاع في الاتصال أستاذ فريق هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعه طيب ممتاز أستاذ فريق ما در أنش قد سماعت من سؤالي بس سؤالي كان بسيط شون هو الرجل سيد مصطفى الكاظم رح يقدر يكسب قلوب المتظاهرين اللي هم هددوا بمليونية ببغداد هددوا بأنه هم يعني هذا هذا كل اللي دي يصير محاصصة طائفية وغيرها وما شفنا بيان يعني فرح أو متفائل من المتظاهرين حول ما حصل يوم أمس تحت قبة البرلمان شنو أولى الخطوات اللي لازم يشتغلها هسه حتى يكسب فقتهم؟ مثل ما قلت سابقا أن أولى الخطوات اللي يجب أن يتخذها السيد مصطفى الكاظم هو إرضاء ساحات التظاهر هو التواصل مع المجتمع العراقي بشكل مباشر لأنها هي النقطة الحساسة مثل ما قلت حضرتك أنهم يهددون بثورة مليونية أو تظاهرة مليونية في حال لمسوا أن السيد الكاظمي ليس قريب عليهم السيد الكاظمي إحدى تعاوداته أنه سيتواصل مع ساحات التظاهر سيتفهم مطالبهم سيحميهم حماية حقيقية وليس كما قال السيد عادل عبدالبنهدي سنحمي المتظاهرين وفي نفس اليوم إذا مو في اليوم الثاني في نفس اليوم تضرب التظاهرات ويستشهد شباب ويجرح شباب وهو قبل ساعات قال سأحمي السيد الكاظمي أولى بوادر نجاحة وأولى بوادر قوته وأولى بوادر أنه سيكون ناجح في برنامج أجمع هو أن يحمي المتظاهرين ويكون على تواصل معهم طيب لكن أكون مطالب أكون مطالب أستاذ فريق الناس تريد تحاسب حكومة السيد عادل عبد المهدي حتى أكون صريح وياك أكون ناس يعتقدون يقولون يعني صار تقصير كبير ويجب أن يحاسب يعني تحاسب هذه الحكومة على هذا التقصير في حماية المتظاهرين وفي السماح لبعض الميليشيات بالدخول على المتظاهرين وغيرها تعتقد رح تصير هيجي إمكانية محاسبة بالعراق؟ طلب المتظاهرين بمحاسبة من كانوا سبب في استشهاد عدد من المتظاهرين الشباب وجرح الكثيرين وإعاقة الكثيرين طبعا هذا طلب مشروع ويجب أن يؤخذ النظر به لكن هناك أولويات نحن لازلنا أو دخلنا في أزمة أعمق نحن كنا في أزمات كبيرة وقد كبرت هذه الأزمات منها الناحية الاقتصادية ومن ناحية الصحية بسبب فيروس كورونا لكن أكو أولويات نعم هو الرجل وضع في حساباته من خلال برنامجه أن محاسبة من تسببه في قتل المتظاهرين لكن هناك أولويات يجب أن يكون هناك استقرار نوعا ما سياسي استقرار اقتصادي وبالتالي إعطاء استقلالية كاملة ودعم كامل للقضاء بأخذ دورة بشكل مستقل بعيد عن التأثيرات الحزبية هذا طبعا سيكون هناك يوم من الأيام محاسبة ومكاشفة وقانون وقضاء لمن تسببه في ذلك طيب تعتقد سنة كافية أنه يقدر يحقق بهيش أمور كبيرة محاسبة حكومة محاسبة مقصريين كلام عن ميليشيات سلاح منفلت كافية إلى الرجال سنة يقدر يسوي كل هذه الأمور وكذلك الانتخابات المقبلة التي يجب مثل ما وعدوا بها أن تكون خلال سنة حقيقة أقول لك لا لا يستطيع خلال سنة واحدة أن يقوم بكل هذه الرجل ليس لديه العصة السحرية حتى بحركة بسيطة يغير كل شيء لا لكن مثل ما قلت هناك أولويات هناك مهم وهناك الأهم وسيبدأ بالأهم أنا أتوقع ذلك سيبدأ بالأهم وهو استقرار الوضع السياسي هذا وبالتالي يستطيع من هذا ومحاربة الفساد محاربة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة هذه هي الأولويات التي إذا قام بها ونجح بها سيستطيع أن يسير بشكل أفضل وبشكل أريع لكن هذه صعوبات كبيرة نتمنى عليها أن ينجح بها وكرر ما قلت ليس هو فقط المسؤول عن نجاحة أو فشلة ستكون الكتل الكبيرة التي أعطته الثقة في البرلمان وشاركت وفرضت بعض الوزراء معهم في هذه الكابينة الوزارية الجديدة إذا غيروا منهجهم وعملوا بأسلوب عراقي بحث بعيدا عن التدخلات الخارجية أو الانضواء تحت رايات دول أخرى ما نحتاج نذكرها لأنها معروفة تماما وإذا كانت هذه الأحزاب واعية لماذا سيؤول إليه الأمور بالعراق إذا استمرت على سياساتها هذه فالفشل واضح وحتى سيؤثر على سياسة السيد الكاظمي طيب لكن إذا في حالة استاذ فريق عفوا يعني إذا في حالة أنه الوقت هو غير كافي للرجل في التحقيق في قترة المتظاهرين انتخابات المبكرة وغيرها كد تعتقد صبر المتظاهرين حيطول مع هذه الحكومة في ظل هذا الاعتقاد اللي إحنا سمعنا به ويبدو سائد بالشارع صبر المتظاهرين سيتناسب مع ما سيقدمه السيد الكاظمي صبر المتظاهرين سيكون أنا أعتقد أنه خلال الشهر أو الشهرين الأولى سيتوضح ما إذا كان السيد الكاظمي قادر على تنفيذ برنامجه وقادر على الوقوف إلى جانب ساحة التظاهر وإعطاءها بعض من مطالبه أي سياسة أو أي قرار أو أي أشياء أخرى سيقررها السيد الكاظمي السيد الكاظمي العفو ستوضح ما إذا كان الرجل قادرا على الاستمرار بعملية الإصلاح وإكمال برنامجه بشكل صحيح أم غير قادر وهذا سيتوقف على على قراراته هو ولهذا ساحات التظاهر ستنظر بشكل مركز على كل تحرك للسيد رئيس مجلس الوزراء الكاظمي وستتخذ قراراتها الرجل لن يكون وحده إن شاء الله أنا أعتقد أنه إذا قرب الأشخاص لأن كأحزاب supplies وقرب نحن كأحزاب مدنية نحن فرض أنه هزب الأمة العراقية حزب مدني نحن على استعداد للوقوف معهم كمشيرين إلى كاستشارين إلى ممكن يقرب ممكن يأخذ ممكن يأخذ الاستشارات ممكن يتقرب ناحزاب المدنية الأحزاب المدنية حقيقة لها دور كبير في الساحة العراقية نحن كأحزاب نحن حزب الأم العراقية مشتركين بساحات الثورة باسماء زملائنا وأعضائنا مو اسمه بالحزب مراعاة لمشاعر المتظاهرين اللي راضين كل اسم حزب أو مسمى حزب نتيجة اللي شافوه من مآسي خلال هذه 17 سنة اللي مرت من سيء إلى أسوأ بالتالي الوصول إلى لقمة عيش المواطن فلهذا هم راضين لكن نحن معهم نعلم مشاعرهم نعلم ما هم في داخلهم شنو اللي يريدون بس استاذ فريق أكو قلق من شغلة مهمة جدا ما أعرف إذا أنتم في حزبكم قلقين من عدها يعني تدري لما نسمع نقاشات الكتل على سبيل المثال الجلسة البارحة من شانو دايحشون بينهم يعني واحدة من الآراء المطروحة يعني دايحون على قضية إخراج القوات الأجنبية وجدولة انسحابها ودايخين بهذه الملفات يعني ولا واحد منهم سمعنا دايقول نحقق بقتلة المتظاهرين نحقق مطالب المتظاهرين نقلل من البطالة نجيب ماء نجيب كهرباء يعني ما سمعنا هذا الطرح نهائيا من أي من الكتل السياسية لا بالمفاوضات قبل ما يتم تكليف الكاظمي ولا الآن تحت قبة البرلمان ما تعتقد هذا في المؤشر مقلق أن الكتل السياسية نوعا ما ما تعتبر هذا الموضوع موضوع رئيسي التظاهرات ومطالبها وهذه الهوسة اللي احنا طابين بها بالإعلام أعتقد أن هذا الوضوع قلق جدا ومقلق جدا لأن للأسف مثل ما قلت لحضرتك أن الكتل الكبيرة المسيطرة على الوضع التشريعي وعلى الوضع التنفيذي لا زالت لا تتصور ما ستؤول إليها الأمور نتيجة هذه الأزمات اللي دنمر بيها لا زالوا يفكرون بالمخاصصة المقيتة لا زال أن هذا الوزير إليه وذاك الوزير إليك وبعد عندنا المشاكل الأخرى اللي ستحصل مستقبليا اللي هي هذا وكيل الوزارة إلي وهل قد إليه مدير هذا يدل على أنهم مدى يعرفون مدى الخطورة اللي ديمر بيها العراق حاليا ولا زالوا يؤتمرون بأوامر هي من خارج البلد وماشيين على هذا الاسلوب وكأنهم غير عراقيين مدى يعرفون معاناة العراقيين مدى يحاولون يغيرون من نهجهم وهذا سيصعب المهمة على السيد الكاظمي لكن إحنا واثقين من السيد الكاظمي من خلال من عرفه عنه أنه رح يعبر هذه المصاعب أو رح يعبر هذه العقبات بشرط أنه يتفهمون هذه الأحزاب يتفهمون معه ويطول مساحة اللي يقدر يشتغل عليها وينجح مشروعه وينجح برنامجه أكرر واعيد لا يعتمد فقط على الكتل الكبيرة ليعتمد على الأحزاب المدنية واليسارية الموجودة في الساحة العراقية واللي قريبا من المواطن العراقي إذا أريد أسألك السؤال بطريقة أخرى يعني إحنا اليوم مشغولين في ملفات نعلم أنه يعني لا رح تجيب ولد ولا رح تجيب ابنيه يعني موضوع عقيم جدا جد ولد انسحاب القوات الأجنبية ندري حندخل بمفاوضات وجوز يبقون في نهاية المطاف وبالأخير رح نشوف أنه الأمور بها تكاليف عالية علينا في محاربة داعش وحنوصل إلى نتيجة نفس النتيجة ليش ما ننشغل بالأمور اللي هي ممكن أن تحل بإيدنا بدلا من الانشغال بأمور خارجية إيران وأمريكا وغيرها هل تعتقد رح يصير تغير بالتفكير الآن بهذا على الأقل في هذه الدائرة كون أنه إحنا عندنا سنة لازم نصلح بعض الأمور أستاذ فريق هل تسمعني طيب يبدو عندنا انقطاع بالاتصال مع السيد فريق حقيقة يعني أكو مشكلة كبيرة أنه إحنا الآن قضية انسحاب القوات الأجنبية قضية كبيرة جدا أستاذ فريق هل تسمعني الآن جميل جدا أستاذ فريق يعني أنا سألتك سؤال ليش إحنا ما ننشغل بملفات بإيدنا نقدر نشتغل بيها ليش داروح على ملفات عقيمة جدولة انسحاب وندري أكو مفاوضات جاية وأكو احتمال يبقون كون أنه أكو تكاليف العراق ما يقدر يتحملها في ظل ما هو موجود في الخزينة العراقية الآن هل تعتقد رح توصل الكتة القناعة أنه نركز على الملفات الأهم اللي هي المتظاهرين البطالة وغيرها أم أن الأمور يعني لا زالت في طريق تسييس تجاه هذه الملفات الكبيرة والمعقدة اللي أتمنى على حضرتك أنه ما نقول كلمة نحن لا العدد مجموعة معينة مجاميع معينة أحزاب معينة هي اللي مصر على أنه ما تنتبه للمشاكل الأساسية والضرورية والداخلية في العراق وتفكر بشكل عراقي بحث بعيد عن كل التأثيرات وتحاول الحصول على أو الوصول إلى نتائج أو حلول ممكن ترضي المواطن العراقي وبالتالي تنقذ العراق مو كلها لا بعض الأحزاب واللي هي واضحة جدا بعض الأحزاب المتصدرة اللي هي قتلك مثل كتل الإسلاموية منها وغيرها اللي تشتغل على نفس ديني واللي تشتغل على نفس طائفي واللي تشتغل على نفس قومي لا زالت مصرة ولا زالت أنه تاخذ قراراتها وهي تعلم جيدا أنه تاخذ قراراتها من أطراف خارجية سواء من إيران أو من أمريكا وهي تعلم جيدا أن بقاءها وسيطرتها في العراق هو مرهون بمدى ارتباطها بهذه الأطراف اللي تملي عليها سياستها داخل البلد والسياسة هذه نعرف كل الأطراف اللي تدخل ببلدنا كعراق هي أطراف محتلة تحاول السيطرة على العراق وبالتالي نهب خيرات العراق وإيصالة سواء كانت إيران أو أمريكا فلهذا الاثنين هم اللي يأخذون آراءهم واللي يأخذون قراراتهم من إيران واللي من أمريكا ما يقدرون يغيرون هذا التفكير ويصير عندهم شفتنج بالتفكير السياسي وبالدالي يفكرون بمصلحة البد عبرت عليهم فات الوقت 11 سنة من سيء إلى أسوأ بسببهم هم من سيء إلى إراق إلى أسوأ والشعب العراقي من سيء إلى أسوأ من وضع أمني ووضع اقتصادي وكل الأوضاع الأخرى فلهذا أنا غير مقتنع وغير متفائل تماما بأن هذه الأحزاب ممكن أن تفكر بالارتقاء بالعراق إلى مستوى على ولهذا نعتبرها مشكلة قبرى لكن فرحة الآخرين فرحة هم هاي الأحزاب وهدوء الشارع العراقي المتظاهرين بانتظار ما ستواول هذه الأمور تحت قيادة السيد الكاظمي لربما هناك بصيص أمل في النفق المظلم إذن كان معنا من مغداد عضو المكتب السياسي لحزب الأمة العراقي السيد فريق هادي ميران شكرا جزيلا أستاذ فريق على حضورك اليوم إلى البرنامج إذن مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير ونواصل النقاش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدينا أهلا بكم من جديد أهم نقطة اليوم لازم تشتغل عليها حكومة السيد مصطفى الكاظمي هي التحقيقات اللي انفتحت بمقتل المتظاهرين وما جابت أي نتيجة حتى السيد مقتد الصدر عنده تصريحات قال لحد الآن آندة انتظر اللي صار في ساحة الصدرين وغيرها من الساحات اللي كانوا بيها القبعات الزرغ دي انتظر التحقيقات مالتها حتى يحاسب هو أيضا مو بس الحكومة حاسب تحقيقات توقفت ولم تأتي بأي نتيجة هذه أهم نقطة حتى نكسب الشارع اليوم والسيد الكاظمي أكون نظرة إيجابية وأكون ترقب أنه يقدر فعليا يفعل هذه التحقيقات ويجيب نتيجة مو مثل قبل سنقوم وسنحمي وسنفعل وكذا ولا شيء في نهاية المطاف كون أن التظاهرات تعتبر اليوم قنبلة موقوتة موجودة في العراق ولابد من احتواء هذه الأزمة إذن ينضم إلينا من بغداد حول هذا الموضوع مدير ملتقى بغداد للحوار السيد هاشم الشماء حياكم الله ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير أستاذ هاشم تحية لك أستاذ أحمد وأتقبل الله أعمالك لتصحيح أنا عضو مركز العراق للتنمية القانونية حياك الله أستاذ أحمد حياكم الله أستاذ هاشم نعتذر هذا الوصف حقيقي ليجانا من بغداد أستاذ هاشم حتى نبدأ بالموضوع هذا الموضوع المثير اليوم تدري أكو هاي ملفات هسا واحدة من الملفات هي قضية قتل المتظاهرين هذه تحقيقات يعني سمعنا بعشرات التحقيقات التي فتحت وفي نهاية المطاف لا نتيجة وهذا اللي أزعجت المتظاهرين تعتقد السيد الكاظمي رح يقدر يفعل هذه التحقيقات ويجيب نتيجة منها ويتفادى كل ضغوطات الأحزاب اللي احنا تعودنا نشوفهم مع السيد عادل عبد المهدي يعني يعني من حيث المبدأ كان هناك ارتياح في الشارع العراقي لمنح الثقة لحكومة السيد الكاظمي وأيضا من ضمن ما أدرجه في منهاجه الحكومي قضية محاسبة يعني الذين يعني أجرموا بحق المتظاهرين وسفكوا دماءهم طبعا هذه احنا تعودنا على البرامج الحكومية هي عادة ما تكون يعني للإعلام والتنظير رغم في أنها من ضمن السياقات الدستورية لكن المسألة متوقفة على الإرادة إذا كانت هناك إرادة حقيقية من قبل السيد الكاظمي على فتح هذا الملف ودفع الجنات إلى القضاء العراقي أعتقد سوف نصل إلى نتائج يعني مرضية خاصة وأنه يوم أمس عندما مررت الكابينة الوزارية أو جزء من عدها أو الحكومة يعني أصبح هناك حافز كبير لدى الشارع العراقي بمواصلة التظاهر والمطالب بتحقيق يعني النقاط التي أدرجوها من خلال الاعتصامات والتظاهرات في فترة سابقة الآن أمام السيد الكاظمي أن ينفذ هذه النقطة الجوهرية والحساسة والتي ينتظرها المتظاهرون والشعب العراقي لأنه أنت تعرف الدم العراقي دم غالي وبالتالي هذه دماء بريئة خرجت من أجل تحقيق مطالب وأيضا تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي وتصحيح مسار العملية السياسية وبالتالي من باب رد الجميل من قبل السيد الكاظمي للشارع العراقي وللمتظاهرين الذين أوصلوه إلى هذه هذه النقطة وأيضا بدماء المتظاهرين أيضا وصل إلى هذا المركز الحساس في الدولة العراقية عليه أن يفتح هذا الملف وبالتالي لا يخضع إلى الضغوطات السياسية التي قد تشبه من هنا وهناك من أجل عرقلت هذا الملف اليوم الشارع العراقي أيضا يترقب إداء السيد الكاظمي وقد سجل وقيد النقاط التي طرحها يوم أمس أمام البرلمان طيب أنا حاجة عن نقاط أستاذ هاشم بس عندي سؤال ثاني مداخلة سريعة على قتلة المتظاهرين تدري الطرف اللي يعني متهم خلينا نقول إعلاميا بالإعلام يطرح كل شيء الطرف المتهم طرف متنفذ وقوي فصائل بها ميليشيات قوية عندها سلاح تعبر من السيطرات سوت اللي سوته مصورة الأمور وطلعت يعني تدري إذا تم الكشف عنهم يعني قد الأمور تذهب إلى صدام خطير جدا وهذه أطراف متواطئة لصالح دول معينة ضد المتظاهرين كون أنهم يتهمون المتظاهرين هم أمريكان وكذا وكذا شون هذا الموضوع رح يمشي في ظل هذه الاتهامات الخطيرة والكبيرة يا سيدي الكريم يعني أنا قلت لك السادة أحمد بأنه إذا تحققت الإرادة ولم يخضع للضغوطات السياسية فإن ثبت ذلك في القضاء فعلى السيدة الكاظمي أن يتخذ إجراءاته الحقيقية ولكن إذا ثبت خلاف ذلك أيضا يجب أنه تكشف جميع يعني ملفات هذه القضية اليوم نحن في مرحلة المصارحة والمكاشفة الشعب العراقي اليوم لا ينتظر الكلام بالألغاز أو منه الإشارات المبهمة اليوم الشعب العراقي ينتظر الصراحة الكاملة من قبل المسؤول وبالخصوص من السيد الكاظمي الذي قبل بأن يتصدى لهذه المرحلة الخطيرة من تاريخ العراق وبالتالي عليه أن يكشف الأوراق كما هي بدون رتوش وأن تتحقق لديه الإرادة الكاملة لديه ولدى حكومته بكشف هذا الملك وأيضاً على القضاء العراقي أيضاً أن لا يخضع للضغوطات السياسية ويعرقل بعض الإجراءات أو يكون هناك بعض المحابوات لا يجب أن تكون هناك مكاشفة كاملة من قبل السلطة القضائية والتنفيذية بهذا الخصوص فإذا كانت هناك فعلاً بعض الأشخاص من الفصائل المعروفة لدى الشارع العراقي فيجب على قيادات هذه الفصائل تقديم الجنات إلى القضاء بكل شفافية وبدون أي غطاء يعني سواء كان غطاء الجهة التي ينتمون إليها أو أغطيها أخرى طيب لكن لكننا اليوم يعني تدري أن هناك ملفات أخرى كثيرة جداً رجل سيواجهها وحدة من عدها يعني أو الكثير من عدها حقيقة سيد عادل عبد المهدي أخفق بها يعني وحدة من عدها على سبيل المثال قضية الخدمات يعني خدمات صفر في فترة السيد عادل عبد المهدي غير الصبات والعدس لم نرى شيئاً هذا هو واقع الحال إيش قد تعتقد السيد الكاظمي يقدر يفعل من المشاريع المتوقفة والمتلكئة في ظل سنة واحدة فقط إيش قد تعتقد يعني تعتقد يقدر يحقق 50% 40% يقدر ما يقدر سيد الكريم يعني حقيقة سيد أحمد أوضح لك قضية السيد الكاظمي مشلول اليدين لا يستطيع أن يقدم هذه الخدمات الكبيرة للشارع العراقي الشارع العراقي يعني يطلب منه ثلاث قضايا إذا حققها فيعده من الوزراء من رؤساء الوزراء الناجحين الذين يعني حققوا منجز كبير الملف الأول هو الملف الاقتصادي وكيفية الخروج من هذه الأزمة والملف الثاني هو ملف يعني تقديم الجنات الذين أجرموا بحق المتظاهرين إلى القضاء والملف الثالث هو ملف الانتخابات المبكرة إذا تحققت هذه المطالب الثلاثة أو هذه النقاط الثلاثة ضمن المنهاج الوزاري للسيد الكاظمي فإنه قد حقق منجزا كبيرا يعتد به الشارع العراقي ويعتز به ويعد أن هذه الشخصية شخصية ناجحة قد أدارت المرحلة بشكل متميز ليس من المطلوب من السيد الكاظمي أن يتخطى يعني أبعاد كثيرة من ما طرحه في المنهاج الوزاري لأنه ذلك سوف يكون محالا مع ضيق الفترة الزمنية للفترة التشريعية الرابعة بمجلس النواب التي تنتهي في عام 2022 وبالتالي تتحول حكومته إلى حكومة تصريف أمور يومية وبالتالي عليه أن يركز على هذه النقاط الثلاثة ويحققها على أرض الواقع بس أستاذ هاشم يعني أنت الآن إذا راح إلى انتخابات مبكرة تدري هذا ستصير ضده هوايا أحزاب هوايا أحزاب اليوم ما عاجبهم فكرة الانتخابات النزيهة والعادي لأن إذا صارت حيطلعون يدرون ماعدهم جماهير بعد خلصوا هذه القضية معتمدين على الأزمات شون راح يقدر يتخطى ضغطهم ذول يقدرون على غفلة يطالبون بيسحب الثقة من عنده بالبرلمان وينهون الموضوع إذا شفوا يشتغل ضد مصلحتهم كيف سيتفادى هذه المعادلة الصعبة الساد أحمد يعني الانتخابات المبكرة أنا طرحتها وقلت بأنه يعمل عليها أنا في داخلي متأكد بأنه الانتخابات المبكرة أصبحت من الماضي ولا تتحقق في أرض الواقع والدليل على ذلك أنت رأيت يوم أمس يعني تأجيل الجلسة إلى عدة ساعات والتباحث وأيضا الصراع على نيل المكاسب وأيضا الحصول على الوزارات وبالتالي هذا ينبع على أنه لا توجد إرادة حقيقية لإجراء انتخابات مبكرة بالإضافة إلى ذلك أنه رئيس الوزراء يقدم طلبا إلى رئيس الجمهورية وبالتالي رئيس الجمهورية يوافق عند ذلك يحل مجلس النواب وبالتالي تجرى انتخابات مبكرة في ظل هذه المعطيات الوقت لا يسمح لدينا سنة تقريبا سنة ونصف على هذه الحكومة فأعتقد حتى من الناحية العقلية الانتخابات المبكرة حل غير واقعي ما لم تتم الانتهاء من هذه الفترة لكن أنا أطرح ملف الانتخابات المبكرة باعتبار إذا استطاع أن ينجزها قبل هذه هذا الموعد المبكرة تمام بس أنت وضع انتخاباتك أستاذ هاشم عفوا على المقاطعة هناك عارض آخر سوف يواجه السيد الكاظمي في ملف الانتخابات بس أستاذ هاشم نقطة مهمة جدا من قانون الانتخابية الجديد إلى الآن لم يقر من قبل مجلس الموار بس أكو نقطة مهمة جدا أستاذ هاشم عفوا موادر إذا تسمعني أولا هذا بلا رئيس الجمهورية لغرض المصادقة عليه هذه أيضا معضلة أخرى لربما سوف يعني يناور تناور الكتلة السياسية من أجل تأخير المصادقة على هذا الأوقات سيد الكريم أكو نقطة مهمة جدا إحنا دننساها الأمم المتحدة يا سيد الكريم موجودة هذه رح تضغط عليك كذا ما تسوي التانتخابات هذه مشاركة في الانتخابات سيد الكاظمي يعني صار عنده حشي مباشر مع رئيس المفوضين وطلب أن الأمم المتحدة تكون موجودة القضية منتهية ما يقدر الرجل يأجل أو يغير مواعيد مثل ما الأحزاب والكتل التريد ألا تعتقد أن خلص صارت الأمور خارج نطاق سيطرة الكتل والأحزاب والتسويف في قضية الانتخابات المبكرة عفوا لم أفهم السؤال السيد أحمد الظاهر طيب أستاذ هاشي ما يبدو كان أكون قطاع بالصوت حقيقة حاولت الداخل ويأكاني بهذا الموضوع آني سؤالي أن الأمم المتحدة سيدي الكريم موجودة كعامل ضامن للانتخابات المبكرة هذا حشي الأحزاب يأجلون والكتل يأجلون ها مو بكيفهم أكو أمم المتحدة الآن رقيبة ولها رقابة على الوضع الحالي واجتماع الكاظمي برئيس المفوضين قبل ما يتم تكليفه خير دليل على ذلك والكلام اللي طلع عن الأمم المتحدة مهم سيدي الكريم الأمم المتحدة وجودها خلص معناتها للأحزاب والكتل السياسية بعد ما تقدر تسوف ولا تقدر تغير أي شيء كيف ترد على ذلك الساد أحمد أولا بمفهوم القانون الدولي العام الأمم المتحدة توجيه يعني قراراتها أخلاقية وتوجيهية وإرشادية للحكومات التي هي جزء أو أعضو في الأمم المتحدة الجانب التنفيذي من الأمم المتحدة هو مجلس الأمن إذا أصدر قرارا يكون ملزما على بقية الدول أما الأمانة العامة للأمم المتحدة فتكون توجيهاتها أخلاقية واستشارية وبالتالي غير ملزمة للحكومات وأيضا لأعضاء الدولة التي وجهت إليها هذه الإرشادات وبالتالي يعني الأمم المتحدة ممكن أنه يعني تجاوزها من قبل القوى السياسية داخل يعني الخارطة السياسية العراقية باعتبار هذا شئم داخلي يعني مسألة الانتخابات المبكرة أنا قلت لك انتهت ولكن إقرار القانون يجب أن يعمل السيد الكاظمي على الضغط بشكل كبير والآن ما دام الفرصة متاحة إليه والشارع العراقي الآن مؤيد له بصورة من الصور عليه أن يضغط على مجلس النواب من أجل إقرار قانون الانتخابات المبكرة لكي يستطيع في المرحلة المقبلة المواطن العراقي ينتخب على وفق القانون الجديد وأن يكون هناك ضغط كبير من أجل حسم الإشكاليات التي تشوب هذا القانون من أجل مرحلة طيب بش قد إحنا مهيئين إستاذ هاشل بش قد إحنا مهيئين إلى انتخابات مبكرة يا سيدي الكريم فلوس ماكو أزمة اقتصادية فساد وتزوير في كل انتخابات انتخابات الماضية اعتبروها البعض وهواية مصادر وصحف اعتبرتها من أسوأ الانتخابات التي جرت في تاريخ العراق من ناحية المشاركة ومن ناحية التزوير شنو الشيء الإيجابي اللي نقدر أني لزمة هسة حتى نقول من ناس سنة ستصير عندنا انتخابات مضبوطة حتى لو بنسبة 80% برأيك قلت لك سيد الكريم أولا أنه الإقرار القانون الجديد ثانيا العمل المستمر مع المفوضية العليا للانتخابات من أجل إعادة ترتيب أوراقها على وفق القانون الجديد الشيء الآخر بقدر المستطاع أنه لا تخضع المفوضية العليا للانتخابات إلى ضغوطات الأحزاب السياسية والإتيان بشخصيات مهنية بعيدا عن الإطار الحزبي هذه ممكن أنه نضمن الانتخابات ولو بقدر نزاهتها بقدر 70 أو 80 هذا المفصل إستاذ هاشم إذا دخلت بي عفوا إذا دخلت بي الأمم المتحدة وهي من أدارة الانتخابات حتى نضمن أنهم خارج الأحزاب ولا لهم علاقة بالأحزاب ويديروها بشكل منصف وعادل تعتقد إحنا بهذا المفصل بالذات محتاجين الأمم المتحدة سيد الكريم يعني أنا قلت لك قبل قليل بأنه بمفهوم القانون الدولي العالم وإحنا رايديهم رايديهم للأمم المتحدة الدير إحنا رايديهم يديرون إحنا هاي طلبات الناس يعني أكو قرار الأمم المتحدة لا يمكن لها أن تقدم على هذه الخطوة ما لم يكن هناك طلب رسمي موجه من قبل الحكومة العراقية بهذا الخصوص إذا لم يكن هناك طلب رسمي ما ممكن للأمم المتحدة أن تخطو هذه الخطوة وشنو المشكلة إذا سوينا إحنا هيتش طلب في سبيل أنه نخلص من كل عمليات التزوير اللي عشناها وشويا نتعلق السيد الكاظمي لا يستطيع أن يوجه السيد الكاظمي لا يستطيع أن يوجه مثل هذا الطلب إلى الأمم المتحدة ما لم يكن هناك توافق سياسي بهذا الخصوص كما حصل التوافق السياسي يوم أمس على تمرير كابينت إذا ماكو ضمانات أنه إحنا ممكن نشوف سيناريو حرق للصناديق أو تزوير أو اختراق الكتروني للأسوء ماكو ضمانات معناها هذه جوانب أمنية وهو سخباراتية سيد الكريم هذه يعني ممكن أنه نفعل الجانب الأمني والمخابراتي بالحفاظ على صناديق الاختراع الحفاظ على سئر وانسيابية الانتخابات بشكل نزيه دون ضغوطات هذه تبقى جوانب فنية لكن الإرادة الموجودة الحقيقية هي بيد السيد رئيس مجلس الوزراء هو الذي يستطيع أن يضغط على هذه القوى السياسية بضرورة أنه يقرر القانون وبالتالي الحفاظ على استقلالية المفوضية العليا للانتخابات ممكن بهذه الخطوتين أن نضمن نزاهة الانتخابات ولو 70% وهذا يعد منجز بالخطوة الأولى أما في المستقبل ربما تحدث الكثير من الخطوات الإيجابية التي ممكن أن ترتقي الانتخابات فيها إلى مستوى يطمئن المواطن العراقي بأنه صوته لم يغدر به ولم يسرق طيب رأيك أستاذ هاشم بالكابينة الوزارية التي تم اختيارها أسماء نزيهة وقوية وشهادات وخبرات في مجالاتها رأيك بهذه الكابينة مبدئيا مقارنة بالكابينة السابقة كابينة السيئة أريد أريد أوضح لك قضيتيا في السابق كان الخلاف والتأجيل على وزارتين الدفاع والداخلية وتستمر شهور حتى نحصل على وزير الدفاع وداخلية وتشغل بعد ذلك المناصب اليوم كانت هناك خطوتين ذكيتين من قبل السيد الكاظمي وتماشيا مع الأزمة التي يعيشها العراق الأزمة الأمنية وتحرك داعش من جديد على أرض الواقع دفع بوزيري الدفاع وداخلية وحصل التوافق عليهما ومررات وهذه خطوة جدا ذكية وأيضا الجانب الثاني جانب الأزمة الاقتصادية الذي يعيشها العراق والأزمة المالية أيضا دفع بوزير مالية له خبرة كبيرة على المستوى الدولي والمستوى العراقي وبالتالي هذه الخطوتين كانت ذكية من قبل السيد الكاظمي أدت إلى ارتياح كبير لدى الأوساط السياسية وأيضا الشعبية من حيث المبدأ أيضا هذه الوزارة ممكن أنه تسير وفق منها جهة الحكومي لكن بشرط أن لا تواجه العراقي السياسية والضغوطات وأيضا التداخلات بفرض شخصيات معينة على الوزير من أجل أنه يحصلون على مناصب أو على عقود وغيرها إذا تحررت هذه الكابينة الوزارية من الضغوط السياسية أنا أعتقد أن السيد الكاظمي قد حقق منجزا كبيرا في المرحلة الانتقالية لكن أكون ملاحظة محطوطة على كابينة السيد الكاظمي أنه أكو أسماء غير مستقلة هذا شيء واضح والكل تعرف به موجودة الآن في الكابينة من الأسماء التي طرحت وإن كانت من الكفوئين والنزهين لكن هما مو مستقلين ماذا تعتقد هذه ستأثر على عملية التنفيذ للبرنامج الحكومي والوعود التي طرحها السيد الكاظمي يعني أولا ما ممكن أن تكون هناك كابينة مستقلة في ظل الأجواء السياسية التي يعيشها العراق وأنت لاحظت يوم أمس تأجلت الجلسة من الساعة التاسعة إلى الثانية عشر بسبب هذه الصراعات وبالتالي هناك لدينا خمس وزارات أيضا لم تحصل ويحصل وزرائها على الثقة ولدينا وزارتين وهي النفط والخارجية أيضا أجلت ورحلت إلى وقت لاحق كلها هذه بسبب يعني الصراع السياسي وما زال التوافق قائم في تشكيل الحكومة الموجودة حاليا حكومة السيد الكاظمي ممتاز إذن كان معنا من بغداد السيد هاشم الشماع شكرا جزيلا على حضورك اليوم إلى البرنامج حياك الله إذن مشاهدين بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وأشكر لكم طيبا المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر